الله الله على الأصحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد إحنا كم منا في الحقوق الواجبة للميت قلنا الحق الأولاني الغسل الحق الثاني التكفير الحق الثالث كلام جميل آخر حاجة الدفن طيب أركان الصلاة إيه حد فاكر أركان صلاة الميت قلناها أنت راح تصلي في نية ولا مفيش نية هذه واحد طيب حكم صلاة الجنازة إيه فرض كفاية طيب كم تكبيرا أهو أربع تكبيرات بعد الأولى نقرأ بعد الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة الدعاء للميت ويستحب أن نفتتح الدعاء بالتحميد والصلاة على رسول الله يعني الحمد لله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر الله وارحمه يعني من باب الاستحباب لأن من شروط قبول الدعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله والصلاة على رسول الله في آخره ومنهم من قال الصلاة على رسول الله في وسطه عشان تبقى حاجة جميلة ولذلك كان فيه علماء يقولوا إيه يقولوا علشان يبقى الدعاء مستجاب الأمور دي كلها ليست واجبة مولانا دي هيئات كده الإنسان بيعملها قالوا أنا عاوز أدعي أدعو ليه يا رب أنجح أنت بتبص فوق ليه بتبص فوق لأن السماء قبلة الدعاء السماء قبلة إيه طيب وليه أتوجه للقبلة سنة سنة لما جاء أدعو أتوجه للقبلة طيب خليك معا مولانا إحنا دلوقتي عاوزين ربنا يكرمنا واستكيب الدعاء اختاروا الأوقات المحبب فيها الدعاء في أوقات وفي أماكن وفي أيام وفي ليالي فالدعاء في ليالي رمضان جميل الدعاء في يوم عرفة جميل الدعاء في يوم الجمعة وليلة الجمعة في ساعة مستجاب فيها الدعاء منهم من قال أنها بعد صلاة العصر ومنهم من قال أنها صلاة الظهر وده مذهبنا صلاة الظهر صلاة الجمعة ما عليش صلاة الجمعة فندعو وإن الله تعالى خبأ هذه الأمور في عدة أمور حتى تفعل كلها فخبأ الله تعالى ليلة القدر في جميع ليالي رمضان عشان اللي عاوز يدرك ليلة القدر يعمل إيها يقوم رمضان كله طيب يوم الجمعة في ساعة إجابة ادعي كل شوية تدرك ساعة إيها إنما أنا معتمد على إنها الساعة خمسة الساعة ستة الساعة ثلاثة الساعة أربعة ممكن أنسى لا ادعي جميع إيها جميع الأوقات ويوم الجمعة ربنا يكرمنا بساعة الإجابة إن شاء الله آمين طيب في أماكن عند نزول المطر عند الكعبة اتفقنا في أوقات برضو عاقب الصلوات ده من أماكن يعني من الأوقات اللي الدعاء فيها شديد لاستحباب عاقب يا مولانا الصلوات ولذلك إحنا من أجمل الدعاء بعد الصلاة بنقولها أستغفر الله ده استغفار والذكر ودعاء وإن شاء الله مقبول عند نزول المطر عند التحام الصفوف للحرب في ساعة انتظار الصلاة يعني الضهر ردا على الساعة 12 الإقامة الساعة 12 وربع صلينا ركعتين السنة أو الأربعة وقلسنا الفترة دي فيها استجابة للدعاء دعاء المريض في ساعات الفرح والسرور فهمتوا أنا فهمتوا هاش كده المرأة التي يعني أثناء الولادة دي أمور كلها إن شاء الله مستجاب فيها لها الدعاء الصلاة على رسول الله في أوله وفي آخره أن تبدأ بالسناء الجميل على الله كانت العرب تعمل كده من أغراض القصيدة العربية في الماضي إيه مولانا يقول لك الحب والغرام عند العرب لا ده مش غرض ده استهلال فمعظم قصائد العرب كانت تبدأ بالتغزل في الأنثى حتى كعب بن زهير لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أول ما بدأ قال له إن الرسول لنور يستضاء به أبدا ألبانت سعاد ده قال له قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون إيه يعابوا على القصيدة العربية أنها عدم وحدة الموضوع ليه هو جاي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاي يمدح سعاد هو ما فيش في دماغه سعاد من أصله لكن دي كانت عادات أيها العرب في بداية الاستهلال عشان كده قال له حتى الأغاني فاكرين الأغاني لما كانوا يبدأوا لك يا ليل يا عين والأغنية لا فيها لا ليل ولا فيها عين صح؟ تعرفين الكلام ده لو تعرفوش كان الأغاني المصرية زمان تبدأ بيا ليل يا عيني دي يعني ملهج دعوة إحنا بقى نعمل إيه؟ إحنا عاوزين نطلب من ربنا سبحانه وتعالى العرب كانوا يقربوا الأنثى إحنا مش هنقرب الأنثى إحنا نقرب اللي ربنا بيحبه ربنا بيحب مين؟ بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا سيدنا كانوا يقولوا إيه دي نصيحة نصحها لأحد في أخي السودان ربنا يكرمهم قال لي لما تدعي صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأحب صيغة إليك أنا حب صلى الله عليه وسلم يا سلام لكن أحلى منها صلى الله عليه وعلى آله أحسن منها الإبراهيمية فهمتها؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد لأنه لو ما فيش الآل تبقى بطراء بطراء يعني قليلة البركة فهمتها؟ فإحنا نحط الآل طيب ونحط السلام لأن الصلاة على رسول الله من غير سلام مكروهة ونحط صلاة نحن نفهم معناها مولانا لأن الدعاء بما لا تفهم غير مستجاب لأنه مش طالع من القلب فأنا عملا أدعوهم مش فهم أنا أقول إيه؟ ده موضوع تاني يبا إحنا عملنا دلوقتي حطينا الصلاة وحطينا السلام وحطينا لإيه؟ إيه لقال أحط إبراهيم ده ده جمال الصلاة الإبراهيمية ده روال بخاري ليه إبراهيم؟ لأن سيدنا إبراهيم شبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم اللي سيدنا النبي من نسله وعلى فكرة إحنا كلنا من نسل الأنبياء حد يعرف المعلومة دي؟ كل الخلائق من نسل آدم وكل الخلائق من نسل نوح وكل اللي كانوا في السفينة مع سيدنا نوح ما أنجبوش فإحنا كلنا من قريب سيدنا مين ها؟ نوح فإحنا من سلالة الأنبياء نوح وعندك مين كمان ها؟ وآدم عليه السلام طيب صلوا على النبي إبراهيم لأنه طلب ذلك من ربه لما شاف ده هذا الكلام موجود في القول البديع للصخاوي لما شاف أشجار الجنة مكتوب فيها إيه ها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله إيه كمان إن سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا النبي دعوة من دعواته ربنا وأبعث إيه ها؟ فيهم ده سيدنا مين ها؟ ده سيدنا مين ها؟ إبراهيم فعشان كده احنا بنقول سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده أفضلهم على الإطلاق مولانا فعشان كده بنقول ليه الله أم تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ما عايش يا حبيبي بتكسفش ربا بتخافش هيشيلوا الكلام ده بالمنتاج بتقلاش طيب عايزة إيه يا ماما هل صحيح أن الحامل تأخذ أجر الصائم القائم؟ ما عرفش والله لو عرف تكلم على طول إخواننا صلوا على النبي الحامل دي في حد ذاتها بتتألم وما من شوكة تشك ابن آدم إلا وله فيها غفران للذنوب ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحامل دي بتقدر تقيم الليل قد وقد فإن كان فيها صحة تقوم قيام الليل أهلا وسهلا طيب ما فسح أو أعدد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إيه اللي بيذكر ربنا في الرقاء ربنا بيذكره فينها في الضراء ومن غفل عن ورده فليقضيه طيب ما قدرش يقضيه ربنا الدهول وما مش قادر بقى صبحه بالليل هي لما ما كانتش حامل كانت بتعبض ربنا وتصلي لما بقت حامل مش قادرة يا ضوبك الفرد بالعافية فهي لا قادرة تصلي بالليل ولا تصلي إيه بالنهار خدت الأجر ولا ما خدتش خدت الأجر تعالي للصوم بقى تفطر ولا تصوم ها على حسب فقالوا لها لو صمت هتعين أو الجنين هيتعرض للخطر تفطر ولا ما تفطرش تفطر ليها أجر الصايم ولا ملهاش أجر الصايم ليها أجر الصايم لأنها فطرت بالشرع فهمت يا ماما؟ ده الدليل الموضوع مش صعب أو كده فهمت إجابة السؤال؟ فهو الأجر يعني دلوقتي واحد نفسه يحج وهو راح يحج في قطاع طرق منعوه رجع مش دل هو أحصر خدت سواب الحج ولا ما خدش خدت إنما الأعمال وبالنيات فهي الست الحامل دي كل سنة بتصوم جات السنة دي الدكتورة قالت لها لو صمت لها تعي لها تموت للجنين هيتضر إحنا في الإسلام نقول لها إيها لا ضرر ولا ضرار ومن أسس الشريعة رفع الحرك يعني رفع الحرك يعني الحامل تفطر ولا معرة في ذلك مش عيب في امتها ممول في امتها طيب فالصالة على رسول الله حلوة يعني ياريتنا نبقى يعني نصليها كده فكانوا يقولوا إحنا بقى دخلين ندعي ده السبب هو صلي على النبي سيد أقولناه اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اعمل إيه بقى فكانوا يقولوا دعا حلوة اللهم يعني يا الله والميم من الجمع ولذلك لا يجوز أن أقول يا اللهم فكلمة اللهم يعني يا الله يا واحد يا أحد يا غفور يا رحمن كله كله كده اللهم والميم من الجمع التي جمعت جميع أسماء الله الحسنة فلما أول يا مولانا اللهم كإني ألت يا جميع أسماء الله الحسنة كلها اللهم إني العبد الغلبان اللي طمعان في ربنا اللهم إني أقدم أنا بأعمل لي دلوقتي بأدم أقدم إليك إليك ده مين الله سبحانه وتعالى بين يدي مطلبي هذا بين يدي أنا أقدمه اللهم اللهم إني إني أقدم إليك بين يدي مطلبي هذا إيه مطلبي أنجح مش صارع النبي أقدم إليك بين يدي مطلبي هذا سيدي رسول الله كله مين له هذا يفوه الشباة النبي راكب العربية ودايخ وداخل مين له يقوله هات الرخص جرب مولانا فكان زمان بيحطه في بداية القصيدة اللي هو طمعان في عطف الملك أو عطف الأمير أو عطف الغني إيه ها التغزل والغزل فهمتها مولانا فهمتها إحنا مش هنحط الغزل إحنا هنحط الغزل في رسول الله لا يا سيد إحنا نحط سيدنا النبي كله صلى الله عليه وسلم أو الهالك تاني دي الهال الشيخ السوداني وإحنا نجربناها في حاجات كتير أول اللهم إني أقدم إليك بين يدي مطلبي هذا سيدي رسول الله قرب مولانا بشي تخسر حاجة طب بعد ما قلت كده ها اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم نجحني اللهم ارزقني إلى حسن الطاعة في الآخر خالص وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أخي إذا كان في أول الصحيفة ذكر وفي آخر الصحيفة ذكر الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ما بين الذكرين يعني ربك بيطلع على الصحف هو أعلم بما فيها فربك يعني عارف ما في الصحف فيقول للملائكة إيه أولها أولها ذكر لله وأخيرها ذكر لله فربنا يقول لهم اغفروا لعبده ما بين ما بين الذكرين وده يجي يومي الإيامة يا رب لقد فعلت ذنب كذا وكذا فلم أجده مكتوبا في صحيفتي فربنا يقول له كلام حلو قوي سترت عبدي إلا أنه فضح نفسه سترت إيه ها عبدي إلا أنه إيه مولانا ها فضح نفسه نعمل له إيه هو عايز كده يا ربنا ما ودت واحد مش مكتوب مهربنا أغفر لك لما توبت جمعة إلى الجمعة والفرد إلى الفرد والعمرة إلى العمرة والحق إلى الحق ورمضان إلى رمضان شفهمتو ها وده معنى كلام من نفسه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آب ده اللي دماغه ألف جاس ما لأخذش جهنم ليه آه بيغفر لك من المغرب للعشاء يغفر لك من الظهر للعصر يغفر لك من الصبح للذور يغفر لك رمضان لرمضان الجمعة للجمعة العمرة للعمرة الحق للحق كل ده غفران مولانا كل ده غفران صيام يوم تطوع اتنين خميس أي يوم تطوع يباعد بينك وبين جهنم سبعين خريفة يعني سبعين سنة كل يوم يعني تفهم بالك برمضان ده رمضان ده حسنات مضعفة أضعاف الأضعاف يقول الواحد لو سم رمضان سنة واحدة بينه وبين جهنم شوف قد ايه فالجنة قريبة وأقرب طريق إلى الجنة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع ايها مولانا مع من أحب شد ح Rinne والله ستصلدت counseling بميست الصوت ميست الصوت أنا بسمع صوتي ما بعرفش قتليني أنا قلت في الماكرافون ومع فضيل 최خ خشام شفت اهو عصام وكيل اعمالي كان حاضر ومعرفش ان انا بخطب اسأليه ده ربنا شفت يا ربنا عمل في ايه كل اللي اغضب عليه ربنا بيعمل في كده خلاص رديت عنك يلا اجت علي ده بس الصوت في الميكرافون بتغير ما بتغيرش يلا رجالة حد عايز حاجة امنين ايه فهنا علشان خاطر ربنا لما نيجي ندعي للميت ابقوا صالوا على النبي صلى الله عليه وسلم احرى في القبول احرى فين ها في القبول بعد كده يا مولانا الله اكبر وندعو لينا وللميت اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده خلاص طيب الشيخ طول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اسلم التسليم الاولى فرض والتسليم التانية هيئة عملتها خدت السواب ما عملتهاش لا سواب ولا عقاب ولا سجد تنسى عشان كده بنقول هيئة رفع اليدين فأول تكبيرة واحدة لها تكبيرة الاحرام ولا في كله على مذهبنا ان رفع اليدين في الأربع تكبيرات هيئات ارفع يا مولانا طب واحد مش يرفع انت حر مش حرام جهرا ولا سرا احنا اتفقنا ان جميع السنن النهارية جهرا ولا سرا جميع السنن النهارية سرا وجميع السنن الليلية هنا بقى صلاة الجنازة بالليل تبقى سر ولا غهر وبالنهار تبقى سر ولا غهر سر بالنهار وغهر بالليل ها ينفع ها مولانا ايه المشكلة مولانا دين جديد ايه المشكلة صلاة الجنازة من السنة صلاة الجنازة فرض كفاية يعني ايه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين صلاة الجنازة ليست سنة فاحنا صلناها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الجنازة سرا بالنهار وسرا بالليل ده ما اضع مفروغ منه قلوه لتاني يا سيدنا في مشكلة طي لو في طفل صغير الطفل الصغير ده مبرأ من الزنوب صح طبعا انا دعيل اقول له ربنا يغفر له ليه ما ربنا يغفر له لسه القلم لم يجر عليه القلم يجري امتى يا مولانا بعد البلو وده صغير مات عنده سنة سنتين عشر سنين ما بلغشه خلاص ها نعمل في ايه ندعي الابوه امه انا ربنا سبحانه وتعالى جعله فرض الابوه امه يشفع لهم يوم الياما وما الا ذلك طيب الدفن الدفن يستقبل القبلة براسه ولا بكدفه 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 اليمين فادي الميتة هو ادي راسه فين الابلة الابلة هي ورايا يوم نايم كده هو كدفه اليمين وبقصاد القبلة نعم الراس في اليمين طيب وهذه راسه هي زي ما بنصلي عليه زي ما احنا بنصلي عليه الابلة فين الابلة هي نوم ما نايمينه بس احنا بنصلي عليه لو راجل الامام يوقف عند الكتف طيب لو امرأة يوقف عند الوسط نوع من انواع الاسطار لو راجل يكره اغطيه من فوق لو ست اغطيها من فوق واول امرأة فعلة لها العريش ده السيدة مين جدع ها فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضا علشان ما يمشوش كده شايلينها فلما يتهزوا يتهز جسمها مع انها كانت يعني ضع ضعيفة ما كانوش بيأكلوا كتير فهمتوها لكن ده نوع من انواع الاسطار فهي قالت لهم لما موت اعملولها ايها زي عريش كده بجريد النخل بحيس يغطيها فالمرأة نغطيها الراجل يكره ما بقولش حرام يعني الافضل لا طيب الاسراع بالجنازة الاخفاف بالجنازة لا خلينا نمشي معتدلين لا نجري ونقعوا ولا نبط لا خلينا في مشية معتدلة طيب كانوا زمان لما يمشوا في الجنازة يقرؤون البردة امن تذكر جيران بذي سلمي شفته حتى الراجل لما مدح النبي صاحب البردة دمات سنة ستمية ستة وتسعين شفه حتى برضو بدأها امن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ام هبت الريح من تلقاء كاظمة واو مضى البرق في الظلماء يا سلام شفت فبدأها برضو بالغزل بعد كده دخل بقى في حاجات حلوة ربنا يكرم نبيهم صلوا على النبي فكانوا يقرؤوا البردة لان ما كانش فيه مواصلات فلو مات في حدايا الابة يشيلوه من حدايا الابة ويمشوا به لحد الدراسة فالمشوار مولانا يخذ له ساعة فيعملوا ايه مولانا ها يسلوا نفسهم بالبردة لا احنا ما نقراش البردة طيب وحده لا إله إله الله لا من نجدعه لان الجنازة موت ذكر الله فيها الاتعاذ والعبرة فهمتها مولانا فهمتها ايش دا مش مجال ان احنا نروح عن نفسنا بالذكر دا له ذكر مخصوص زي احنا دلوقتي مع بعضه واحد دخل المجلس الافضل يقعد يسمع ولا يصلي ركعتين تحييط المسجد ها يجلس طيب يجلس ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله يكره ينهر بيض دا حكم القاء السلام سنة مؤكدة ورد السلام فرد كفاية والسلام عليكم عشرة ورحمة الله عشرة وبركاته تلاتين حسنة قال لك لا لانه هو هيشغل الناس فخلينا فينا مولانا خلينا في الدرس سبحان الله فهنا الموقف بتاع الجنازة دا موقف عزة وعبرة ان كل انسان بيتخيل انه في يوم الايام هيموت وهيقلعوه عريان وهيحموه والناس هتتفرج عليه وينشفوه ويحطوه في اسمه ايه دا في السندوق وانا عمري في حياتي ما شفت واحد بيشوف السندوق دا فيه مصمار طالع يمين ولا شمال يشكوا ولا ما يشكوش مش فارق مع ما خالص ويغطوه من الشمس ولا ما يغطوش مش فارق مع ما خالص ما حاجب يفكر فيه خالص وهيرموه في التراب والكفن هيتوسخ وهيعفل وبطنه تتنفخ وتطلع الدود عارف الدود مولانا دود دود يأكلنا يوم القبر في القبر ويأكل كله لن يترك إلا اللسان عشان اللسان مر والعظم عشان يبقى ذكرى احنا خد نبس في الناس الغلابة بتوعنا احنا بيقدر موضوع تاني بقى الفيلم ده دود يطلع ويأزأز مش هيسير غير اللسان فإن تفكر لما الواحد يفكر في الحاجات دي خلاص بها أنا عن نفسك تريد أن أدب نفسي في رياسة الجمهورية افتقرت إنها موت قلت بلاش إيه اللي يخليك تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة الموت ولذلك الغافل هو الذي يغفل عن إيها عن ذكر الله لا الغافل هو الذي يغفل عن ذكر الموت إحنا في الدنيا ضيوف إحنا عاديين في الدنيا دي ضيوف حياتنا واستقرارنا في الآخرة بس في الآخرة استقرار فين إن شاء الله على الله بإذن الله طيب جينا دفناه متوجه للقبلة هاتوا الرملة كده من تحت وسندوه بحيث يبقى واقف كده يعني سنة بسيطة كأنه ينظر إلى الإيها إلى القبلة في حاجة اسمها التلقين يا فلان يأتيك ملكان فيقعدانك ويسألانك من ربك فقل ربي الله وما دينك فقل ديني الإسلام ومن الرجل الذي أرسل إليك فقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حق خالص وهذا الكلام ذكروا الإمام النووي وقال إن معظم العلماء في عصره بيعملوا كده وما فيش حد اعترض عليهم عاوزين دليل يا سيدي الموضوع سهل هو بيسمع أيوة بيسمع بيعرف أيوة بيعرف في دليل أديك الدليل أذكروا محاسنة الراجل ما غرف ده يلا يقحمه ما تقولش سيب ربنا يقحمه براحته أنت ما تقولش ليه عشان الميت بيسمع الله يكرمه كالراجل محترم قول لأنك أنت لما تمدحه هو يبقى مبسوط أي بني آدم بيحب يتمدح وأي بني آدم بيزعل لما يتشتم وكلمة طيبة صدقة فهنا معنى الكلام أذكروا محاسنة موتاكم هو بيسمع وبيوصي بس مين اللي بيسمع وصيته اللي ما بيتكلموش الطيور والحيوانات بيقول ليه بيقول ليه رايبو وحبيبو أنا ماشي وسبت فلوسي وسبتوكو خلي بالكو بقى زي ما تعمل فيها هيتعمل فيكو بس فين الكلام ده مين اللي يسمعك لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي طب ولما بنروح عند القبر ابن القيم ذكر هذا الكلام في كتاب الروح يريدكو تقرؤه كتاب جميل أوي قال لذا أنت عديت على قبر وصاحب القبر يعرفك وأنا ما عرفش أنه هو مدفون هنا قال لك يسمع قارن عليك يسمع إيه مولانا ها قارن عليك أنا معرفوش أنا ماشي في الدراسة بس هو كان يعرفني بيسمع قارن إيه مولانا ها نعليك طيب هو بيعرف إن إحنا بني جيب له هدايا ولو ما بيعرفش بيعرف كلام ده موجود في الروح لابن القيم كان فيه أحد السادة شغله يعبر مقابر ده الكتاب في كتاب الروح لابن القيم مين عنده كتاب الروح لابن القيم ده بسيخ خمسة جنيه ده بخمسة جنيه خمسة جنيه تمن طبق كشري ونقوم جعنين نعم عنده لابن في الكشري عدس ورز ومكارونا أي مكتبة مولانا المنار بيتبيعه بخمسة جنيه ستا جنيه محمد علي هنا بيبيعه بخمسة جنيه لو روحت دار السلام طبق طبعات فخمة شوية أغلى لكن بخمسة جنيه ستا جنيه يعني أنا عن نفسي جابه بخمسة جنيه وكل ما جيبه اتخذ قال إيه قال إن الراجل ده كان شغله أو عمله أو مصلحته يعبر مقابر فكان لما يعبر المقابر يدعي لهم بعد كده راح غير طريقه فلما غير طريقه رأى في المنام بعض الأموات زروه فقال له كين محلوه قال له كنت تهدين بهدايا أتعطاه ليه فبقى يروح يعد عليهم تاني إيه الهدايا سلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويقوم دعي لهم دعوة اللهم اغفر لهم وارحموا وتمشي ما قصرتش حاجة لكن في الغلابة دول منتظرين والأموات يفرحون بهدايا الأحياء أنا كحي آه بافرح واحدة داني ألم حق أمو اسمعيل جابت لنا كباية لبن طبعا يكون فيها حمى قلعية طيب من ساعة ما انتشرت الحمى القلعية وهي كل مرة تجيب لبن عارف أول ما الحمى القلعية تتمشي هتجيب منجا لا ما تجيبهاش أنا بتعب منها نسمعني إن شاء الله نسمعني إن شاء الله الواحد لو هيخش جهنم عشان واحد تسد يبقى كده روح نفدايا صلوا على النبي فالأحياء يفرحوا بالهدايا دي وكل إنسان له هدايا تفرحه خلي بالك يا مولان فانا عدلاته هو امبارح واحد من الناس الطيبين جاب لي ساعة إيطالي مية مية العلبة بتاعتها جلد طبيعي يعني علبة فخمة تفتح كده تلاقي الساعة مربوطة في مخده صغيرة كده ومركة الساعة دي بحالة من أحوال لن تقل عن ألف ومتين جنيه ده يعني يعني مش عارف لو طلعت بألف وخمسين جنيه رجعها له لكن أنا بابلبيس في ساعات أنا عندي الموبايل بعرف بيه لإيها ساعة بحس إن الساعة دي بتخلقني عايزة أتوضأ لحة وعملها معين هو مكتوب إنها ضد المية فأنا مفرحتش بيقوي يمكن لو كان جاب الكتاب بخمسة جنيه كنت فرحت أكتر أنا مبلبسش بدل فواحد جاب لي بدلة مركة اللي بتكتب المركة عن نحياة دي كده بخمس تلاف جنيه مش عاوزها حتة أماشة بخمسين جنيه أفضل عملها جلبية صح أنا غلطان فالهدايا بما يناسب الشخص إيه اللي يتناسب مع الهدايا دي المحبوس في السجن يعمل إيه بالفلوس نقوله عاق فيبقى نفسه في الزيارة حد يروح له عسكري في الجيش نفسه ينزل فصحة إنما ده عن نفسه في أكلة هنا الميت ده نفسه في حاجة واحدة بس يبعد عن جهنم ويدخل فين ها هيدخل بإيه بأي عمل من أعمال الخير حتى لو حضرتك قلت الله يرحمه بس اهي دعوة يفرح بصدقة كل الحاجات دي ترفع من ميزان لها الحسنات طب و لما ندعيله بالغفران ربنا ينزله من ميزان السيئات فربنا يكرمنا ويكرمكم القرآن يصل للميت اللي قال ما يصلش الإمام الشفعي وقال وقال ليس للإنسان إلا ما سعه العلماء التانين قالوا برضو ده سعيه لأنه لولا أنه هو كويس أنا ما كنتش دعت له صح أنا ما إعلانه أنا عملت عدد يسمه محمد عالي بريم خليل مين ده؟ ما عرفوش والله طب انت هتدعيله إزاي وانت بتعرفوش فراجل كويس من يدعيله راجل وحش من يدعيش دعوة به فهينا يا سيدنا الدعوة عمل صالح ولد صالح يدعوها له طيب قراءة القرآن الإمام الشفعي نص على هذا الكلام إقراء في كتاب الإيها الإتقان في علوم القرآن للسيوط اللي عمله مقدمة لكتاب الترجمان السيوط انتقل 911 أنا قلت لكم الوحيد في البشر اللي فصر القرآن الكريم خمس مرات هو السيوط قال إيه مولانا؟ قال إن الإمام الشفعي قال إن الميتة لا يستأنسوا بالقرآن فلما نجي نرى القرآن يا مولانا إيه اللي يحصل؟ ها؟ تتنزل ملائكة الرحمة والملائكة لا تأتي إلا بخير طيب خليك معا بقى دلوقتي بعد ما دفنا هناخد العزاء لا قبل العزاء لو إحنا عاوزين نخرج برا الخلاف ده في القرآن بعد ما نقرأ القرآن نقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لمين؟ إلى فلان الفلان يبقى ده دعاء وخرجنا برا الموضوع والدعاء عندي الجميع إن شاء الله نسأل الله القبول يبقى أنا خدت ثواب بالقراءة وهو خد ثواب إيه مولانا الدعاء نعم أي حاجة أي قرآن في رحمة أي قرآن في رحمة بمجرد ما الواحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأصل النشاطين بتمشي مين اللي بيجي بيجي ملائكة الذكر مش ربنا له ملائكة بتذكر بيدوروا على إيه الملائكة دول بيدوروا على اللي بيذكر دول ملائكة غير اللي معانا غير رقيب وعاتيد وكل الناس لنتوا عارفينهم دول براحتك براحتك حتى لو كان مجتمل على آيات عذاب قرآن ولا مش قرآن الملائكة بتنزل ألا ما بتنزلش بس يعني هنعمل إيه بقى يعني واحد راح يرى الميت خذوه فقلوه ثم الجحيم وصله يا أخي قرآن وكل حاجة بس يعني يعني برضو بني أدم لكل مقام المقال بالراحة كان زمان أريبنا الصعيدة في الأفراح يحبوا يجيبوا مقرئة قرآن يعني في الفرح وعمال يكلمهم فيه القيامة هم مش هيسمعهم مثلا يعني هتلوم حاجة كده إنا خلقناكم من ذكر وأنسة كده يعني يعني حسن جي رمضان الناس بتقرأ شهره رمضان لكن عمرك وشفته مقرئ في رمضان بيقرأ الحج الحج وأشهره معلومات ويرهاش ولا يقرأ رمضان في الحج دي يعني المناسبة المناسبة فإنت روح اقرأ القلوة والله هو أحد اقرأ الفتحة آية الكرسي أوائل البقرة خواتيم البقرة اقرأ لكن واحد مثلا بيقرأ قرآن كله خلاص ما فيش مشكلة يعني يعني هو أمر من الخزوف أقول لهم ربنا ما دخلوا جهنم لا يعني استغفر الله ملناش في الكلام ده صلوا على النبي جينا بقى للنقطة الأخيرة وهي نقطة العزاء العزاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعزاء ده سهل أوي هو مواساة المسلم في من تقل إلى رحمة الله مراته ماتت شدي حيلك وربنا كريم وغفور رحيم وعند الله وما تحزنش إحنا نحزن على اللي في الدنيا إنما اللي في الآخر ده رحل ربنا مئة في المية كلمتين كده نواسين ابن مات يا أخي لله ما أعطى ولله ما أخذ كلمتين كده طيبين كده العزاء على المقابر سنة نوقف كده على المقابر بقلل 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 ونمشي جينا بالليل هل إقامة العزاء ليلا حرام مش عارف مكروه مش عارف بدعة يعني إيه بدعة قلنا لحضراتكم أنا ما عنديش حكم شرعي اسمه بدعة أنا عندي الأحكام الشرعية اللي إحنا بنقراها في الفقه والأصول خمسة حرام عملت هتاخد وزر واجب لو ما عملتش هتاخد وزر سنة لو عملت خدت السواب مكروه لو عملت المكروه مش هتاخد وزر بس ابعد عنه عشان ربنا يكرمك مباح استواء الطرفين لا فيه لوزر ولا فيه سيئات فهنا حكم العزاء بضعة أنا تمدتنيش معنا مفيد وعند الجمهور وده منص عليه الإمام النوي أن البضعة تعتريها الأحكام الكام ها خمسة ففي بدعة محرمة آيوة بدعة محرمة إيه البدعة المحرمة الرقصات اللي بالرقص في الأفراح دي بدعة ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم في بدعة واجبة آه في بدعة واجبة إيه البدعة الواجبة حد يعرف يجيب لي بدعة واجبة لا التراويح لا التراويح مش بدعة واجبة حكم التراويح سنة جمع المصحف بدعة مستحبة المدارس عام النبي كان فيه مدارس دور ودورين وثلاثة ما فيش ما كانش فيه بدعة مكروهة أكل في الشارع مكروه مش حرام احنا كلنا بنقل في الشارع بس بقول مكروه يعني الأفضل لا الأفضل لا نعم لا ما فيه بدعة عادات وفيه عبادات وفيه حسنة وفيه قبيحة لكن تعتليها الأحكام الكام الخمسة لا البدعة مش في الدين فقط البدعة وفي غيره كلمة بدعة من ناحية اللغة الأمر المستحدث وفي الشارع كل أمر ليس له أصل من أصول الشريعة ولذلك كل أمر ها ليس إيه ها منه ولا فيه منه يبقى برة فيه يبقى إيه ها جوه فالبدعة دي الشرعية أمر خارج عن الدين برة خالص مش تابعنا فتعالوا بقى الميت ده لما نيج نعمل عزب الليل رجبنا الشيخ فلاني فلاني وخد له متين ألف جنيه إحنا ما بنتكلمش في كده إحنا بنتكلم في العزاء عملنا سوان كلفنا خمسين ألف جنيه بحيث الزبون اللي هو جاي عزي أول ما يقعد الكرسي يزغزغه فيبقى جاي مكشر يضحك ويفرفش بنجيب لهم ميا يشربوا كان زمان يجيبوا شفشة لا شفشة إيه كان يجيبوا الكوز عارفين الكوز عارفين الكوز الكوز ده له حديد كده ولا سلستين ده اسمه كوز الناس تشرب بعد كده تطور الأمر مولانا بقى يعدي واحد بإزاز دلوقتي تطور الأمر خالص مش يجيب إزازة ماء معدنية يجيب لك إزازة معدنية بق يدوبك على بل ما ترفعها مش هتقدر تنزلها تكون خلصت إزازة ماء معدنية صغير قد كده طب إيه فردانة شربتها وخلصتها أنا عايز تاني مش عارف هيجيبوله لا كل ده أنا مليش دعوه فيه مناديل بحيث له واحد من الزبان عايز يعيط حطوله مناديل فهمتها فيه طفاية عشان الناس بشرب سجاير فيه ناس بيتجيب سجاير ويعدوا بيهم العيز علم السجاير ياخد كل الكلام ده أنا مليش دعوه به أنا بتكلم في حكم العزاء العزاء البقاء لله خلص ربنا يغفر ويرحم هنا يا أخواننا من لم يستطع أداء العزاء نهارا لشغله أنا قاعد معاكو دلوقتي قاعديني قاعد من الصبح الحد قبل العيش بعشر دقائق وامشي واحد مات دلوقتي أروح له ولا أعدد الدرس في الشغل أنا مرتبط بشغل فما روحتش العقل يقول إيه بعد ما تصلي العيش في الجامع ما تروحش على البيت روح يعمل إيه ها أعزي يقولك العزاء على المقابر وفقط يبقى أنا مش هعزيه ما هونا ظروف شغلي كده أنا ظروف شغلي كده يبقى أنا مش هعزيه خالص طيب والعرف والناس اللي ما بتعزهوش بيزعل قلت ليه واخد على خطره ومش بيبين قلنا معلش هنروح نعزيه بالليل روحنا نعزيه بالليل الراجل ساكن فين ما هو غلبان زينا شائطه قطين تلاتة ومخلف له تلات اربع عيال إحنا بقى لما نروح نعزي خمستاشر واحد من الشغل على اثنين ثلاثة من الجران على اثنين ثلاثة من الجامع على خمسة ستة من الشارع يا عدنا فين ما فيش مكان يا مولانا فإحنا قلنا اللي عايزي يعمل التصوان بدون تبزير وبدون بزخ وفي العقل وماله روحنا وناله البقاء لله ومشينا ما فيش حق خالص طيب جبنا مقرئ يقرأ القرآن آه ده أمر مستحدث لم يكن على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلام مية مية مزموط بس يرد إلى أصله أصله حرام ولا حلال مقروه مقروه قراءة القرآن حرام حرام إنه إحنا نروح نعزي مش عارف فده لم يكن على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال كالآتي هل كل ما لم يكن على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حرام لا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في الأشياء الضارة الحرم والأزان والعطاس يصدقان القول فده مش حرام ولا بدع ولا حاجة والعزاء سنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعب جميعا الله الله على الأصحر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو أتوسفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا ربيين على مسلمين يبعد خلامك المدين يا هلا الله وستألنا السهل الطيبين وإن يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله واضغر العلماء بإذ مردوا علمة شادنا الله أدعي لهم رب ثمول أمين إن شاء الله إن شاء الله